السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متتبعين قناة فوقشوية اخواني اخواتي مرحبا بكم معنا في فيديو جديد سنترقوا لعناوين حلقة اليوم في تسعيد خطير الناطق باسم الحكومة الجزائرية يتهم المغرب بالمشاركة في مخطط ضد الجزائر انتيكوف روسيا تدعم قرارات الامم المتحدة بشأن نزاع الصحراء المغربية هذه الأخرى اللي غادي تسطي الزائر وها علاش مغربية الصحراء باقية الريباط لعب الشامبيونز ليك دموا كافحة الإرهاب والديستي هدات الامريكان خدمة استخباراتية باش قرقبوا على عسكري داعشي كان غادي يضرب نيويورك التفاوض بالسلاح البوليزاريو في مناورات فاشلة للضغط على الامم المتحدة إليكم تفاصيل حلقة اليوم في خرجة إعلامية جديدة من طرف الحكومة الجزائرية ضد المغرب وفي تطور خطير من شأنه أن يصب الزيت على النار العلاقات المغربية الجزائرية المتوطرة أصلا اتهم وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمر بن حيمر المغرب بالمشاركة مع أطراف أجنبية فيما أسماه مخطط داني ضد الجزائر المسؤول الحكومي الجزائري اعتبر أن بلاده تتعرض لمخاطر محدقة وهي بحسبه مخاطر حقيقية ومؤكدة وتندرج في سياق مخطط أجنبي ضبط بإحكام على أعلى المستويات للمساسب الجزائر على حد رأيه يشار إلى أنه منذ قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بمغربية الصحراء واعتبارها بأنه لا حل لنزاع الصحراء إلا في إطار الحكم الداتي تحت السيادة المغربية وكذا افتتاح قنصليا بمدينة الداخلة ارتفع منصوب الهجوم الإعلامي وكيل الاتهامات من طرف وسائل إعلام جزائرية ومسؤولين جزائريين كبار في الدولة على المغرب ويرى العديد من المراقبين أن هذه الاتهامات تهدف إلى تصدير أزمات الجزائر الداخلية العديدة في ظل مرض الرئيس تابون والخوف من تكرار سيناريو الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي ظل لسنوات يحكم الجزائر على كرسي متحرك وكذا التغطية على التخبط الذي تعرفه الدبلوماسية الجزائرية بعد توالي الانتصارات الدبلوماسية المغربية بدءا بمسلسل افتتاح القنصليات الأجنبية بالأقاليم الجنوبية مرورا بحس معركة القرقرات وانتهاء بالاعتراف التاريخي بمغربية الصحراء قال اندريد انتيكوف الباحث السياسي الروسي المقيم في موسكو إن التنديد الروسي بالقرار الأمريكي الذي أقر بسيادة المغرب على الصحرائه كان موجها إلى واشنطن فقط معللا موقفه بكون الفترة الرئاسية لدونالد ترامب اتسمت باتخاذ قرارات مخالفة للقوانين الدولية وأضاف انتيكوف في حوار أجرته معه جريدة هيسبريسا الإلكترونية أن روسيا تتشبت على الدوام بقرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الموضوع موردا أنه لا منع لدى موسكو من ضم المغرب للصحراء شريطة أن يكون ذلك مبنيا على قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ونددت روسيا الاتحادية بقرار الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب باعتراف واشنطن بمغربية الصحراء معتبرة أنه يتعارض مع القانون الدولي ألا ترى أن موقف موسكو المحيد إذا أنزع الصحراء بموجه بالأساس إلى واشنطن أكثر مما هو موجه إلى المغرب السنديد الروسي كان موجها إلى واشنطن فقط لأن الفترة الرئاسية لدونالد ترامب اتسمت باتخاذ قرارات مخالفة للقوانين الدولية وهو ما وقع بمنطقة الصحراء خاصة أن القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء جاء بعد أسابيع من التصعيد الميداني ما جعل روسيا تتخوف من تسبب القرار في إذكاء الخلاف بين أطراف النزاع روسيا تتشبت على الدوام بقرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الموضوع فلا منع لديها من ضم المغرب للصحراء شريطة أن يكون ذلك مبنيا على قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة المتخدة خلال السنوات الماضية باعتبارها الطريقة الوحيدة التي من شأنها استباب الهدوء في المنطقة ومن ثم التسوية النهائية للقضية خدمة استخباراتية تمينة قدمتها الديستيل الأمريكان في مجال مكافحة الإرهاب مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بمعلومات مكنته من الاهتداء إلى جندي أمريكي تشبع بالفكر المتطرف وإلقاء القبض عليه يوم 19 يناير الجاري وذلك قبل انتقاله إلى مرحلة تنفيذ مخططه التخريبي حسب ما أكده حبوب الشرقوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية لوكالة المغرب العربي للأنباء يومه الثلاثاء والمشتبه فيه الذي ألقي عليه القبض بناء على تنصيق بين مكتب التحقيقات الفيدرالي والجيش الأمريكي قال حبوب إنه إلى جانب ترتيبه لعملية إرعابية بينت المعطية المتوفرة بشأنه أنه سيربط علاقات بمنتمين إلى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش مشيرا إلى أنه أثار انتباه الجهاز الاستخباراتي المغربي صيف السنة الماضية بتوجهته الجهدية وتشبعه بالفكر المتشدد وهو ما دفع وفق ما ذكره مدير البسيج الديستي إلى مد الإف بي آي بالمعلومات المتحصلة عليها بشأنه في شتنبر الماضي ويتهم الجندي الموقوف بالتخطيط لاستهداف النصي الدكاري لضحايا 11 شتنبر في منهاتن بنيويورك وتقديم الدعم اللوجستيكي لداعيش ومحاولة تغتيال جنود أمريكيين التفاوض بالسلاح البوليزاريو في منورات فاشلة الضغط على الأمم المتحدة طارة تطالب بالتفاوض السياسي باشتراك الأمم المتحدة لإيجاد حل مشكلة الصحراء وطارة أخرى تحمل السلاح وتهدد المدنيين هي تناقضات تعكس تخبط القيادة الانفصالية داخل جبهة البوليزاريو التي عادت للتلويح بورقة الحرب بعدما استنفذت كل الأوراق الدبلوماسية بمعية مساندها الرسمي النظام العسكري الجزائر ولن تجد ميليشيات البوليزاريو من وسيلة للتلويج لأطرحتها الانفصاليين سوى تحريك عتادها العسكري في اتجاه المنطقة العازلة بينما كانت في وقت سابق تطالب بعقد جلسات تفاوض مع كل الأطراف المعنية بالنزاع الصحراء وبالنسبة لموقف المغرب فإنه لا يتفاوض مع جبهة البوليزاريو الانفصالية حول صحرائه إذ إن اللقاءات السابقة التي أشرف عليها هورست كولر المبعوث الأممي السابق لم تكن مفاوضات بين المملكة والبوليزاريو بل كانت على شكل موائد مستديرة بحضور الطرف المعني مباشرة وهو الدولة الجزائرية وفي السياق أكد الباحث في العلاقات الدولية هشام معتدد أن تأناقضات البوليزاريو تترجم مدى فشل أطروحتها المفتعلة أمام وعي المنتظم الدولي بكل أنواع أسالبها غير الأخلاقية وسياستها ذات النهج الإجرامي والمنبتقة من فكر يعتمد على تكتيك العصابات على مستوى الخطاب والتحركات الميدانية وتوقف الباحث ذاته في تصريح له عند تهديد البوليزاريو بالحرب وقيامها ببعض التحركات التمثيلية بالميدان لتمويه الرأي العام الدولي ورفع معنويات محتجزها بالإضافة إلى إعطاء غطاء إعلامي لبياناتها العسكرية ذات المضمون المليء بالمغالطات والأكاديب البعيدة عن أبسط أخلاقيات ومواثيق التواصل السياسي والمسؤولية الإنسانية وقال الباحث في الأمم المتحدة إن أجواء عدم الاستقرار النفسي والإستراتيجي الذي يطبع تحركات وخطابات قيادة البوليزاريو يعبر عن مدى اقتناعها وإيمانها بتهاوي أطروحتها الموجودية المفتعلة واكتشفت بالدليل والأفعال مدى وعي المنتظم الدولي بكل جوانب أكاديب مزاعمها غير المقنعة وذات التبريرات الغير المجدية والقائمة على ألعيب سياسية تهدف إلى تنفيذ أجندات ومؤامرات مقابل أموال تتلقاها من الفاعلين الحقيقيين وراء تحركاتها الميدانية وأورد معتدد أن التك تيك الميداني وأسلوب التواصل الذي تنتهجه قيادة البوليزاريو ودرعها الإعلامي ما زال يتخبط في الفكرة التقليدي للعصابات وقطاع الطرق إلى درجة تبني خطابها السياسي لتوجه خارج التاريخ والجغرافية واستهلاكه لا يتعدى حدود الجزائر وتابع المتحدث فبالإضافة إلى تقادم وازدواجية الخطاب فجبهة البوليزاريو بدأت تشكل أيضا خطرا كبيرا وفعليا على مستوى شمال إفريقيا والساحل والصحراء وذلك نظرا لقدرتها على تنفيذ تحركة مشبوهة ومنظمة قادرة على تهديد استقرار المنطقة وإقامة مخيمات إضافية قادرة على تفريخ إرهابيين وإيواء قطاع الطرق احترافيين عابرين للقارات وتجار بشر وميليشيات قادرة على استهداف مراكز استراتيجية وحيوية وبهذا ننهي حلقة اليوم إخواني أخوتي لا تنسوا ناش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس وتعليقكم المحفزة للقناة والسلام عليكم